تم اليوم المصادقة على التقرير المتعلق من طرف لجل التنظيم الإدارة شهر القوات حبل السلاح التقرير هذا يتعلق بمجروع القانون المتعلق بإحداث وسام الوفاة والطلحة وهو وسام جديد نعرف الوسام هذية الغاية منه هو تكريم ومجازات العسكريين والمدنيين والأمنيين الذين قدموا مجهود مشكور وعمل بطولي في مجال مكفحة الإرهاب أو أي عمل بطولي في هذا السياق يعني هو متجه أكثر بصفة خاصة نحو مكفحة الإرهاب والقانون هذا مشعور القانون هذا يعطي إلزامية إسناد هذا الوسام لمن قدم مجهود سواء كان مدني أو عسكري في مجال مكفحة الإرهاب في مجال مكفحة الإرهاب ويمكن ويجيز هذا القانون إسناد هذا الوسام للناس اللي هي ضحايا الإرهاب ما كانش هو أثناء قيامه بعمل في مجال مكفحة الإرهاب حتى اللي هو تعرض وكان ضحية بصفة دون أن يكون هو مشارك في مكفحة الإرهاب أو المصابين والضحايا إلى خيره في الأحداث الإرهابية الكل وهي مناسبة حرصة اللجنة وحرصة الحكومة باش يكون جاهز قبل ذكرى أحداث بنغردان باشتاقع مجازات ومكافأة أبناء بنغردان والأمنيين والعسكريين اللي قدموا مجهودات بطولية وضحاو في مجال مكفحة الإرهاب وسيشمل كذلك كل من قدم مجهود مشكور في هذا المجال في مكفحة الإرهاب في الأعمال السابقة حتى تعود إلى عام وعامين وخمسة سنين التالي ترجمة نانسي قنقر